موسيقى هذا البرنامج برعاية QNB السادة المشاهدون الأفاضل أصعد الله أقاتكم بكل خير معمر عواد يجدد التحية لكم من هنا من العاصمة القطرية الدوحة يدعوكم إلى حلقة جديدة من عين على قطر وقدموا هذا الأسبوع من هذا المكان من مركز الدوحة المعرض الذي يصديف عمال الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض كتاب ماذا في العنوين؟ مؤشر أسعار العقارات في قطر ينخفض في الربع الأول من هذا العام بنحو أربعة وثمانية عشر في المائة على أساسا ربعي أما مجموعة صافي أرباح الشركات العقارية في الربع الأول فهو ينخفض بـ 2.17% بضغط من النشاط التشغيلي وانكفاض قيمة الإجارات 110 طائرات جديدة هو إجمال حجم طلبيات الخطوط الجوية القطرية من شركة بوينغ العالمية بحسب تصريح للرئيس التنفيذي للشركة العالمية موزعة ما بين طائرات للركاب وطائرات شحن شركة قطر نقل الغاز ناقلات تزيد حصتها من برنامج قطر للطاقة لبناء السفر إلى 34 ناقلة جديدة وبالتالي هذا يرفع إجمال عدد أسطول الشركة إلى 108 ناقلات حتى الآن إجمال الأحطياطي الأجنبي لقطر بنهاية أبريل الماضي يرتقي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 68 مليار ومائتي مليون دولار أمريكي وذلك بداع من زيارة استثمارة الدوحة في سندات الخزيانة الأجنبية والمعدن الأصفر طبعا كانت هذه أبرز عنوين حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع المشارب تدى أهلا ومرحبا بكم وقعت قطر للطاقة وشركة ناقلات اتفاقية طويلة الأمد لتأجير وتشغيل تسع سفن للغاز الطبيعي المسالة من فئة كيوسي ماكس كجزء من برنامج قطر للطاقة لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسالة ما يرفع العدد الإجمالي الذي فازت به شركة ناقلات من قطر للطاقة إلى 34 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسالة ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 4.42% على أساس سنوي إلى نحو 7 مليارات و600 مليون ريال من خلال تنفيذ 32 مليون و200 ألف عملية بينما بلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت نحو 3 مليارات و400 مليون ريال أصدر مصرف قطر المركزي أذنات خزينة وسكوكا إسلامية محلية بقيمة 4 مليارات ريال موزعة على أربعة أجال قصيرة الأجال وبمتوسط عائد قدره 5.79% ما يرفع إجمال قيمة الإصدارات إلى 16 مليار و700 مليون ريال وهو ما يمثل 13% من إجمال أدوات الدين المحلية قال رئيس شركة بوينغ العالمية أن الخطوط الجوية القطرية طلبت أكثر من 110 طائرات تجارية وطائرات شحن من طراز بوينغ لتعزيز أسطولها وأوضح أن شركته استثمرت مليون ونصف مليون دولار في مؤسسة إنجاز قطر لدعم الشباب القطرية في تطوير أعمالهم في ريادة الأعمال احتلت الدوحة المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا في سعر كوبي الكابوتشينو وفق إحصائية نشرها مؤشر The Spectator Index ووفق إحصائية المؤشر فإن سعر الكابوتشينو في الدوحة يبلغ بمتوسط قدره 5 دولارات و47 سنت وهو ما يعادل 20 ريال قطرية القطاع العقاري في قطر ما زال يعاني اتساعنا لحجم معروض مع انحسار على مستوى الطلب طبعا هذا أيضا انحكس على بعض المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع إن على مستوى تراجع مؤشر أسعار العقارات في الربع الأول من هذا العام بأكثر من 4.7% وتراجع صافي أرباح شركات القطاع في الربع الأول من هذا العام بـ 2.7% تراجع واضح أيضا في قيمة الدولات العقارية وكذلك أيضا في الرهون العقارية تفاصيل أكثر فيما يتعلق بواقع وتحديات والفرص في القطاع العقاري في قطر بنهاية مارس الماضي في هذا العرض يبدو بأن الفائد وسياسة إعادة التقييم يعيدان المشهد اليوم العقاري للواجهة من جديد ويضع أيضا أطر جديدة في ظل قوانين تتخذها الحكومة القطرية فيما يتعلق بالتملك الأجنبي الذي ساهم في الامتصاص للمعروض الكبير الذي كان في القطاع العقاري القطري وخاصة بعد الحدث المهم للمونديال والزخم الكبير الذي شهدنا على هذا القطاع سنقف على التفاصيل واقع القطاع العقاري خلال الربع الأول من هذا العام وبداية من النتائج المجمعة التي كانت للشركات المدرجة في البورصة القطرية والتي شهدنا فيها تراجع في الإيرادات وأيضا ارتفاع في التكاليف كانت ضاغطة على ربحية هذه الشركات وأدت إلى تراجع بقرابة 2.7% إلى أكثر من 413 مليون ريال تم تحققها في أرباح هذه الشركات العقارية خلال الربع الأول من هذا العام نفصل بالنسبة لأداء هذه الشركات وبداية مع شركة بروة التي نمت أرباحها بـ 21 نقطة المئوية جاءت مدعومة من أرباح غير مكررة ناتجة عن بيع عقارات بالإضافة أيضا لزيادة في إيرادات التمويل لدينا شركة إزدان كان هناك نمو بـ 5% خلال الربع الأول من هذا العام وجاءت مدعومة من تراجع أيضا المصاريف وتكاليف التمويل أما المتحدة لأتنمي كان هناك تراجعا في أرباحها الفصلية بقرابة 18% وتعود الأسباب الرئيسية إلى تراجع في الإيرادات التشغيلية بالنسبة تجاوزت الـ 16% وأخيرا نتحدث عن مزايا بتراجع في أرباحها الفصلية بـ 31% ونتيجة تراجع الإيرادات غير التشغيلية نعود ونفصل أيضا فيما يتعلق بالوضع القطاع العقاري وخاصة للمركز المالي للشركات العقارية المدرجة في السوق القطرية مجموع أصول القطاع تراجعت بتسعة عشر النقطة المئوية لقرابة 105 مليارات وقرابة 300 مليون ريال خلال هذه الفترة أما بالنسبة لمجموع حقوق المساهمين تجلت تراجعات بستة عشر النقطة المئوية انتقالا أيضا بالنسبة لأبرز الأرقام المتعلقة بالمؤشرات المالية لشركات القطاع العقاري في البورثة القطرية العائد على التوزيعات بـ 2.4% مقابل العائد في السوق تقرب حوالي 4.7% لدينا مضاعف القيمة الدفترية بـ 0.56 مرة ولكن أيضا المكرر الربحي عند 21.6 مرة وبالنسبة لمكرر ربحية السوق الذي تتجاوز الأحد عشر مرة بالانتقال إلى واقع ومؤشرات أيضا القطاع العقاري في قطر بنهاية الربع الأول من هذا العام أن بداية التراجعات كانت بـ 4.8% هذه الأرقام الصادرة عن تقرير للمركز القطري لاحظنا بأن تداولات العقارية كان فيها تراجعا خلال هذه الفترة بنسبة تجاوزت الثلاثة في المئة أيضا الرهون العقارية تراجعات بـ 6.3% هذه الفترة كانت أيضا معدلات الفائدة المرتفعة كان لها تأثير واضح أيضا على هذه العمليات والرهون العقارية بالإضافة للقروض العقارية التي تراجعت بنسبة تجاوزت 7% خلال الربع الأول من هذا العام انتقالا لأبرز الأحداث وإن كنا نتحدث عن الوكلات التصنيف الاعتماني ونظرتها أيضا لواقع القطاع العقاري موديز هذه المرة تحدثت بأن البنوك القطرية منكشفة على مخاطر التعثر وأيضا ضعف في أداء القروض بقطاعات العقارات وننوه بأن موديز أيضا رجحت بأن يكون هناك ارتفاع في القروض المتعثرة بـ 3.5% في حلول عام 2024 وبالتالي هذا ما قد يرهق أيضا واقع القروض وأيضا القطاع المصري في القطري بالانتقال إلى الإجراءات أيضا وتوقعات بيوت الاستثمار فيما يتعلق بالقطاع العقاري نرى بأنه من المتاح أيضا قد يكون هناك حوالي 400 ألف وحدة بحلول عام 2024 وبالتالي نجد بأن دور التملك الأجنبي الذي أتاحته الحكومة أيضا القطرية قد يساهم أيضا في امتصاص جزء كبير من المعروض في القطاع العقاري وهذا أيضا قد يسهم في عملية أيضا تعزيز الاستثمارات في القطاع خلال هذه الفترة بالإضافة أيضا للتنظيمات لدينا كان هناك من القرارات الأخيرة بالهيئة التنظيم للقطاع العقاري إن أمكن ننقل نظر على هذا القانون الآخر الذي تم اتخاذه وهو بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بغرض إعداد وخطة وطنية للتنظيم وتحفيز القطاع في قطر إذن هو إجراءات حكومية بالإضافة لواقع قائم على زيادة في المعروض في القطاع العقاري وسنرى إلى أي مدى سيكون لدور التملك الأجنبي أيضا في التعزيز لعمليات التملك وتقليص هذا المعروض وزيادة الطلب في الفترة اللاحقة في الدوحة هذا الأسبوع اختتام لأعمال النسخة الثالثة لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين طبعا هذا المنتدى على مدى ثلاثة أيام متواصلة شهد حلقات نقاش ووراش العمل مع أكثر من مئة من المتحدثين والخبراء والدوليين الإقليميين من مختلف أطياف قطاع التأمين والقطاع المالي بالعموم طبعا المنتدى هذا العام جاء تحت عنوان أثر الذكاء الاصطناعي على سلسلة التأمين وناقش عددا من الموضوعات التي تتضمن أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بإعارة تشكيل سلسلة قيمة التأمين بداية من تطوير المنتجات وتوزيعها الاتتابات وإدارة المطالبات طبعا على هامش هذه الفعالية كنت قد التقيت بأسيد سالم المناعي وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين الجهة أو المظل الرعي لهذا المندد تحدث عن التحولات المتعلقة بسوق التأمين في ظل التطور حاصل في مجال الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استفادة المخرجات هذه التقنية في ما يتعلق بتطوير سوق التأمين في قطر نتابع هذا اللقاء لا شك أن الذكاء الصناعي الآن أصبح أداة من الأدوات الرئيسية في تنفيذ الأعمال في جميع القطاعات وليس فقط قطاع التأمين ما نهدف له من خلال هذا المنتدى في هذا العام في النسخة الثالثة لمنتدى الشرق الأوسط لتكنولوجيا التأمين هو تعزيز الاستثمار في هذه الشركات كذلك على جانب آخر تعريف قطاع التأمين على الأدوات المستحدثة في قطاع صناعة التأمين من خلال الذكاء الصناعي وكيف يسهل في تقديم خدمات تأمينية أفضل للعملاء وكذلك إداريا للشركات من الإدارة الداخلية لهذه الشركات ولا شك بأن هذا التحول ليس وليد اللحظة يحتاج إلى رحلة إلى تجهيز من كوادر عاملة من استراتيجيات هذه الشركات والفكر والوعي من خلال تطبيق الذكاء الصناعي في قطاع صناعة التأمين المنتدى في نسخته الثالثة أخي سالم ما الذي تغير على مستوى الحضور على مستوى موضيع النقاش على مدى التوسع وما هو منتظر في دورات قادمة خلال هذه السنة شهدنا في نسخة ثالثة للمنتدى الشرق الأوسط لتكنولوجيا التأمين مشاركة من جميع الدول من 36 دولة شاركوا في المنتدى عدد 1500 مشارك مقارنة بالنسخة الأولى كانت هناك 100 مشاركة فقط واليوم نتحدث عن 1500 مشارك في منتدى الشرق الأوسط لتكنولوجيا التأمين مما ينعكس مدى تأثير صناعة التأمين وتأثير هذا المنتدى في استقطاب المواهب واستقطاب الشركات واستقطاب كذلك محافظة الاستثمارية للاستثمار في هذه الشركات شفنا مصرف قطر المركزي أخذ خطوة فيما تعلق بالتكنولوجيا المالية المتعلقة بقطاع التأمين وآن في مبادر حقيقة مبادر ولأن كانت تجربية بتقديرك إلى أي حد ممكن تذهب في مجال التكنولوجيا المالية متعلق بقطاع التأمين في قطاع التأمين بقطر أعتقد أن القطاع المالي في البنوك وشركات التأمين هم واجهين لعملة واحدة وأن ما يتم تطبيقه والمبادرات التي يقوم بها المصرف المركزي الآن في دولة قطر هي مبادرة جيدة جدا وممتازة تقوم على تسهيل وليفلينج دي جراوند للشركات هذه في تطبيق المعايير الجديدة في تطبيق التكنولوجيا وضمها إلى أعمال الشركات لا أستطيع أن ألتقي بك إلا أنسك عن التأجرة بالأول كانت جيدة أفضل منتوسط التوقعات الإرادات كانت تشغيلية بالدرجة الأولى بالدخل العمليات وكذلك أيضا الاستثمار هل الربع ما بعده هذا العام؟ أعتقد بأن قراءة السوق خلال الفترة القادمة وما تم لفصح عن نفياء الربع الأول يعطي الانديكيشنز بأن قطاع التأمين مقبل على قطاع نتائج إيجابية وأعتقد أن سنة 24 سوف تشهد نتائج إيجابية لشركات التأمين إن شاء الله مسهدفاتكم بالأسواق الخارجية لزالة حجم الإرادات وبالتالي دعم الربحية نعم أعتقد بأن نحن ركزنا على قطاع العمل التأمين المباشر خلال استراتيجية الشركة في آخر ثلاث سنوات وبدأنا الآن نحصد ثمار هذه الاستراتيجية توسعت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط تركيزا في الإقليم الذي تعمل في مجموعة قطر للتأمين من خلال شركاتها المملوكة للمجموعة في عمان والإمارات وكويت وقطر كذلك قطاع الأويل انجاز في قطر كان من القطاعات وما زال هو المبادر الأول في تشغيل قطاع التأمين في المنطقة وأعتقد أننا استثمارات مجموعة قطر للتأمين خلال سنة ثلاثة وعشرين انعكست في نتائج أربعة وعشرين شهد الربع الأول في أول إعلان لمجموعة قطر للتأمين نمو حجم الأعمال مقارنة بالأعوام السابقة كانت تعمل المجموعة لتخفيض الأكسبوجر الموجود عندها في الانترناشنل وزيادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط أعتقد أنه كان واضح جدا في نتائج الربع الأول بأن استطاعت المجموعة التقدم في حجم أعمال المنطقة واكتتاب أعمال مباشرة من خلال شركات المجموعة بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن أجمالي الاحتياطي الأجنبي والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر تسجل في إبريض الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68 مليار و 200 مليون دولار أمريكي مدعوما بشكل أساسي من زيارة الاحتياطيات الرسمية المدفوعة بشكل أساسي من زيارة استمارة الدوحة في سندات الخزانة الأجنبية وكذلك أيضا في استثمار في المعدن الأصفر تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخارطة توزع الاحتياطي الأجنبي لقطر في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر مستمرون معكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر فاصل أعلاني قصير ونعود لمتابعة ما تبقى منها لا تبتعد كثيرا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية Q&B هذا البرنامج برعاية Q&B مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين ومتابعة للقصة الثانية من حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع التي أقدمها كما ذكرت مطح هذه الحلقة من هنا من هذا المكان من مركز الدوحة للمعرض الذي يصدف أعمال نسخة جديدة من معرض الدوحة الدولي الكتاب طبعا هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ المشاركات السابقة مشاركة أكثر من 500 دار نشر محلي وعربي ودولي من 43 بلدا حول العالم أكثر من 108 ألف عنوان جديد بحسب القائمين على المعرض طبعا يعني معارض الكتاب في السنوات الأخيرة بدأ يطرح إشكاليات كبيرة متعلقة بصناعة الكتاب النشر التوزيع ومزحمة الكتاب الإلكتروني للكتاب الورق تفاصيل أكثر في هذا التقرير الدورة الثالثة والثلاثون من معرض الدوحة الدولي للكتاب ترفع الشعار بالمعرفة تبنى الحضارات مشاركة زارت عن 500 دار للنشر من 24 بلدا وعرضت نحو 180 ألف عنوان في مجالات المعرفة والعلوم دورة أعادت فتح باب النقاش والجدل حول أزمة إنتاج وتسويق الكتاب وتحديات النشر والتوزيع وحماية حقوق الملكية الفكرية في زمن تعظم فيه دور الثورة الرقمية ومخرجات الذكال الاصطناعي والتي وجهت وما تزال ضربات موجعة للكتاب المطبوع كتاب الرقم اليوم لا يعتبر منافس بقدر ما هو مكمل أنا أتحدث عن تجربة شخصية وتجربة العديد من الأصدقاء أنا لا أستطيع أن أقرأ كتابا إلكتروني ويعجبني ولا أشتري أذهب لأشتري بنسخته الورقية وأنا أثق بالقراء الذين يتجهون دوما لإنشاء علاقة شخصية مع الكتاب كتب التراث ما تزال عندهم ردين كثيرين وبالعكس يمكن المؤلفين الجدد بيفتحوا مجال جديد لأفق جديدة وأجيال جديدة بتفكير جديد مختلف عن القديم ولكن التراث له جمهور والجديد له جمهور أيضا في الجديد المعرض طابعة رقمية تطبع إصدارات وزارة الثقافة بشكل مباشر أمام الجمهور وتخصيص 2400 متر مربع لإقامة ورشات وفعاليات للأطفال إلى جانب مروحة واسعة من البرامج الثقافية وندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية ومعرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان اقرأ وعروض فنية وفركلورية ومسرحيات تحاكي ثقافات الدول المشاركة علاوة على خدمة مرشد القراءة للمبتدئين وذلك لمساعدة الراغبين بالقراءة باختيار الكتاب المناسب طبقا لمعارفهم وثقافاتهم في نظرنا أحلى نشوف أن المكتبات العامة والمكتبات الوطنية راح يتم مكانتها في المجتمع نفس ما هي إذا مش أفضل وبالنسبة للمكتبة قطر الوطنية بالأخص كل اللي احنا نحاول نسوي أنه هي مش مجرد مكتبة وكتب على الأرفف وإنما أكثر من ذلك فأحنا دايما نحث المجتمع أن يجون عندنا في المكتبة لاستخدام المكان غير هذا عندنا مثلا محطات الإبداع بما يسمى في غرف مختلفة لمحطات الإبداع اللي هي تجذب الجيل الجديد وعلى الرغم من حزمة الحوافز والدعم التي تقدمها الجهات المعنية في العالم العربي لدعم ثقافة القراءة واقتناء الكتاب فما تزال صناعة الكتاب في العالم العربي تحتكم إلى الحالة الاقتصادية والقوة الشرائية في ظل ارتفاع نسب البطالة والأمية إلى جانب تراجع الاهتمام بالكتاب لصالح توفير الاحتياجات الأساسية إلى جانب جراف أبناء الجيل الألفية الجديدة للحصول على المعرفة من محركات البحث أو عبر ما يصلهم من وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تشكل تهديدا معرفيا في مجتمع تنخر في جسده الأمية اللغوية والمعرفة السطحية في إطار السياسات العامة والخطط والبرامج التي تنتهج حكومة قطر في إطار سياسات التحول الرقمي إطلاق للأجندة الرقمية حتى العام 2030 في أربع الأول من هذا العام طبعا هذه الاستراتيجية تقوم على محاول رأسية ومبادرات مرتبطة بها طبعا تستهدف إلى خلق نحو أكثر من 30 ألف فرصة عمل وتحقق قيمة مضافة الإقصاد بأكثر من 40 مليار ريال قطري تفاصيل أكثر فيما يتعلق بتلك الأجندة في هذا التقرير وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في قطر تطلق الأجندة الرقمية 2030 بهدف إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع بمبادرات رقمية ترتبط باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تسخير قوة التكنولوجيا في تحسين حياة الأفراد ودعم مسيرة التحول الرقمية ودفع عملية عجلة التنمية المستدامة تعد الأجندة الرقمية 2030 جزء لا يتجزى من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إذ تسعى هذه الأجندة لإحداث نقلة نوعية شاملة واستكمال مسيرة التحول الرقمي الطموحة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعب قطر جيلا بعد جيل وتعد الأجندة الرقمية خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر وتجمع بين ستة أهداف استراتيجية ينبثق منها 23 مبادرة استراتيجية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة وتشمل القطاع الحكومي وارواد الأعمال والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هناك تصور جديد في نقل التجارة وما تم تحصيله حتى الآن إلى تغيير الوصول إلى المجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي لأنه نحن نبني البنية التحتيار الرقمية هذا لا يعني أننا نتحولنا رقمياً ونبني نظام بساعدة التحوية الرقمية ولكن لا يعني أننا ننتقلنا إلى المجتمع المعرفي والمجتمع الاقتصاد والمجتمع الرقمي لازم نحط في عين الاعتبار أن الأجندة هذه اليوم ما جت من فراغ هي جت بناء على تراكم استراتيجيات قطر خصاً في تطوير القطاع الرقمي في قطر فأحنا عندنا من بلاش نطلاق الرؤية في 2007-2008 وفي تركيز كبير على موضوع تنويع مصادر الدخل القومي صار فيه اهتمام كبير في إيش القطاعات اللي ممكن تدعم الشيء هذا ووحدة من القطاعات اللي كانت مهمة في ذاك الوقت كرؤية اللي هي قطاع الرقمي فصار فيه استثمار كبير اليوم في البنية التحتية في القطاع الرقمي في قطر عشان شديم انت تشوف احنا على مستوى بطولة كاس العالم سوينا ديليفري حق كاس العالم في 2022 ويعتبر أسرع نسخة رقمية وتوفر الأجندة ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030 وإحداث تأثيرات اقتصادية يصل حجمها إلى 40 مليار ريال وتعزيز النمو المركبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 17% والوصول إلى ما يقرب من 1500 خدمة حكومية إلكترونية من خلال مشروع المصنع الرقمي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز فرص النمو لشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وهكذا عزائنا تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسوق قد وصلت إلى آخر محطاتها لمن فتته هذه الحلقة وحلقات سابقة من البرنامج بإمكانهم متابعته على الموقع الإلكتروني لقناة سي أم بي سي عربية بالإضافة إلى المنصات الرقمية في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية Q&B